توقعات الأبراج من 13 جولاي وحتى 20 جولاي مع عالمة الفلكة جمانة أبيسي أهلا وسهلا جمانة أهلا لينا كيف هي الصيفية والشيء؟ فيها شوية حركة يعني الحمد لله بس شوب كتير هالشوب مؤثر على الشوب بالبلد؟ مثلا عم بتشوب بتشوب بشي تاني يعني هو أريح شي لقلنا بالبلد هلا هيدا الشوب الكتير هو هلا بحسوا هاي قدام الأشياء اللي نحنا هنشوفها بعد شوي طيب على أمل يكون برود مش شي أكتر شوب تعرفي شو بتبرد بالبركة بالناس بحبة الناس بالعجقة ما بتعود تحسي بالشوب لما بتشوف حواليك هالناس كلها شو بدنا نقول للأبراج بدءا من الحمل؟ أكيد الحمل عنده نجم البطيني هلأ مرتفع عنده العكارات حابب يبيع حابب يشتري مولود الحمل مفتوح عنده البيع والشراء وخاصة إذا عنده شراكة عمل فيه يطهر بأي شراكة لأنه البطين هلأ مرتفع كتير هذا نجم بيرتفع كتير بالفلك وبساعد مولود الحمل على الأعمال التجارية والصناعية وعلى المال أيضا والبيع والشراء فإذا هلأ واحد يمكن واقف عنده بايع أو شيء أو حابب يبيع يعني يمكن البيع إن شاء الله تفتح لأنه قليل هلأ البيع والشراء موجود بهذه الفترة بالنسبة لها مولود أكيد مولود التور اللي بقال لك الاستقراض المال اللي هلأ غير متوفر عندك وممنوع بهذا الأسبوع تعمل أي شيء لا يدين ولا يتدين إذا تدينت بدك توقع مشاكل وإذا دينت حدا بدني نروحه عليك وإذا تدينت من حدا راح توقع مشاكل ما بنصح يدخل كرد مالي من البنوك هذه الفترة وخاصة هذا الأسبوع لأنه ممكن يودي لها الهاوي وودي لها شكله ومش من يعني ممتظرات لأنه خاصة النجم الجبهة هذا ما بيحبه العرب كان لما نوجد بأي برج فهو موجود عنده برج التور هالأسبوع بالنسبة لمولود الجوزاء عنده الشرطان الشرطان هذا نجم كتير مهم وخاصة هذا نجم المطا يمكن نحس هيد الفترة هتمطر شوي بلبنان أو بالدول العربية أو بأماكن مش مطلوب مننا المطر هيد الفترة أكيد يعني بالصف ما راح تشتي بس راح تشتي لأنه نجم الشرطان كتير مرتفع وخاصة عن مولود الجوزاء حب جديد يدخل قلبه وخاصة عنده عمل جديد بدي يدخله ويكون رخاص لإلك هالعمل وحتدخل فيه إن شاء الله لمولود الجوزاء سأعطيه أرقام حظ لمولود الجوزاء لأنه عنده حظه كتير قوي هالسبوع سأعطيه رقم واحد يبدأ فيه و13 في ناس ما بيحبه رقم 13 بس أنا بحبه لمولود الجوزاء لأنه هو رقم 3 بالأول وإذا الجمعناه بيطلع رقم 4 والأربعة كتير لأنه أربعة جاهات اللي هو بالأقدام يا رب يبعث للرزق من أربعة جاهات يعني هذه الرزق فالأربعة جاهات موجودة عنده موجودة برقمه فرقم 13 كتير منيح 21 29 33 37 41 56 إذا هو ببلاد برا في استعمال هذا الرقم بنسبة لمولود سرطان زبان الشمال والجنوب كمان موجود عنده بهالأسبوع العزائم الولائم الأفراح ناس من برا صاروا زمان ما شايفهم حدا من أصحابه بس أنا بفتكر أكتر شي حسن أكتر شي حدا من أولاده لأنه بده يبكي دموع فرح يعني كانوا ولده أو بنده يمكن سنين طويلة قاعد برا وخاصة مذكر بده يدخل على هذا المولود السرطان بده يحضنه من قلبه يبكي دموع فرح صاروا سنين طويلة ما بيجتمع فيه فأسبوع أسبوع أفراح وأعزائي مهلام لمولود السرطان مولود الأسد اللي كل الأسبوع بنتظر هالأسبوع وخاصة ندب الأكبر والأصغر ونجم سهل هو اللي بقوله ثلاثة أخوة بس العرب كان يقوله نجم سهل إنه هو ابن عمون وإذا كان ابن عمون أهم منهم يعني ندب الأكبر والأصغر موجود أيضا عند مولود الأسد يعني ممكن يكون في عنده اجتماعات ومنتظر صفقة قديمة وهالصفقة بتتتم أو يجي اتصال مولود الأسد وتسمع خبر بسرك على فجأة وأنت ما عمله أي حساب هذا الخبر أنك تسمع لأنه خلاص شلته من رأسك وشلت الفكرة من رأسك أو هالاتصال لكن الاتصال رح يتم إن شاء الله بالنسبة لمولود العزراء هذا الأسبوع نجم كمان الجبهة موجود عندك مولود العزراء ما تعمل أي شيء بس أكتر شيء ما يعمل شراكة يحمل الورقة والألم ما يحكي شيء من غير ما أنت متأكد منه ما تتفي أي اتفاقات إلا على الورقة والألم لقدام بس هلأ يحكي حكي بس ما يعمل أي يمضي لأنه ممكن الأمور تتغير بالأسبوع الجيلة مولود العزراء وفي حدا عم بيحاول ينصب عليها الأسبوع فيأخذ حذره فأنا يكون عم بحذره وهي دي ممكن أحلى توقع أن عم بحذره من شيء عم بقوم فيه وبفرحان مولود العزراء بهذا الشخص بهال إشي اللي عم بقله إياها فينتظر الأسبوع الجيلة أنا رح يكتشف أنه هذا الشخص في عنده حيلة نصب عليه لمولود العزراء بنسبة لمولود الميزان كمان زبان الشمال والجنوبة كمان المسيطرة عليه موجود عنده حيكون بليلة بكرة وهذا اللي حيحمله على السفر وريحمله على شراكة أيضا وفيه بعض الأعمال الجديدة حيقوم فيها حيدرسها وحتكون موفقة عنده لمولود الميزان وأيضا فيه عنده حب قديم بده يرجع يتجدد عنده أو صفحة مصافحة مع الماضي المولود العقرب فيه دعوة لبرة فجائية ممكن يكون شمت هوا ممكن يكون دعوة عمل وفيه استجمام إلك مولود العقرب صارك زمان يمكن ما انتقلت لبرة فيه استجمام بالخارج وممكن يكون دعوة وممكن يكون أيضا قاصدة لشغل وخاصة عندك نجم الغرفان وهذا نجم مهم كتير عندك حيكون الرزق متوفر بآخر هالأسبوع مبعب شو هالرزق ممكن يكون ميل ممكن يكون ورق ممكن يكون شغلية قانونية يتخلصها بالنسبة لمولود القوس مولود القوس الإشاعات حواليك الأقاويل حواليك الأقل والإيل انتباه منه أنا ما بنصحك تدخل في أي شخص عم بيكون عنده هاي الحالة حتى ما يجروا إجراك ويكون كل انت يحطوك متما بقولوا بالواجهة ويقولوا مولود القوس هو اللي عمل هاي الأشياء فعلا يبتعدك سوءا بالعمل مع زملائه أو بحياته العائلية الاجتماعية مولود الجدي عندك كمان نجم الشرطان هذا بيساعدك إنه شغلية قانونية بدي يخلصها وراءه أخيرا ما بدي يخلص منها حقه يرجع لإله مولود الجدي فرح ببيته إن شاء الله وأيضا من بعد ما وليد الجدي عم يفكروا إنه يسافروا ما بقى يفكروا لازم بقى يسافروا لأنه صفر متوفر عندهم خلال هالأسبوع الدلو عنده النعام الصادرة والواردة اللي هلع بيعطيه دعم ممكن يكون دعم مالي من أحد مقربين لإله ممكن دعم مالي ممكن هو ياخد من البونك لأنه فايد بمشروع كتير كبير وهالمشروع بده يطفي عليه أرباح طائلة لمولود الدلو الحوت تعبين كتير بعده واقف على الأطلال حيكون واقف على الأطلال هالأسبوع الحبيب راجع منه راجع إذا ما رجع هالأسبوع ما يضلوا ناطير لعى الشباك ولا على الباب من زمان رزق الله أن يوقفوا على الشباك حسوا متعب الحوت الحوت يتعب لأنه منظور وإذا ما بحر يعني بالبحار يعني ما تنقل وقعد بتلاقيه هو صاحب وقاعد ما عنده أي حركة ما عنده شغل ما عنده مال ما عنده حب ولكن من ننظر الحوت كيف يتحرك عن جهات بالبحار ساعتها لأنه الحيتين أواد تهدى مش كل نهارا عمد ليل ونهارا بدأت تغفى من شك تبحر فمنلاقي أواد بيعود قاعدة منيحة أنا بقول لك حوت مثلا وقعد فمش المسكين هلأ مولود الحوت هلأ واقف على الأطلال فما يوقف على الشباك ولا على الباب إذا ما طلع عليها الأسبوع أسبوع الجي بيطلع عليها هذا بالنسبة للمواليد المواليد الأبراج 12 من 13 جولاي حتى 21 جولاي أدامت لكم إياهون عاربة الفلكة جمالة أبيسي